السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسام دي هالنهار ان شاء الله نقدل لكم واحد ادواء اللي كيستعملوه في هات البلاد اللي انا فيها يعني بكثرة و انا حاولت اني نسول على هات الدواء خلينا من التسمم الدموي وتسمم المعاوي للإسهال يعني الامراض اللي احنا سبقها اهضرنا عليهم كان واحد الامراض اللي كانت ستعملو فيهم الانتيبيوتيك مثلا كيبقاي يموت الارنب بدون اي سبب ومني كي يعني مني كتبوية تحززوه كيسرين منه واحد الماغ مهم كين بزاف دي الامراض اللي غريبة اه في هات البلاد هاتي ما احنا في المنطقة الشرقية من المغرب اه يعني الناس كيستعملو بزاف واحد دواء وانيا يعني مكان ما نحاوش ندير اي دواء نجيبوه ولكن منين سولت لقيت ان الناس كلهم داروا هات الدواء وهو قاللك فعال اه يعني الحق انا مدرسوش ولكن انا يا بغيت نقول لكم في الحلقة هاتي كالسفسار وشوفوا انتوما واش انتوما كديروه يلا كنتو كديروه هدروا معايا في كومنتر ديالكم هالدواء وهو الكافور الكافور التمن ديالو رخيص يعني باكية فيها يمكن فيش عشرين حبة ولها كدير اه تمنيت درهم الكافور معروف انه كيديروه مبيل الحويج باش ما يعني الحويج ديال الملابس باش ما يعني ما يضيعوش لكتودينو في الماريو مثلا الحويج ديال المشتة ديال الشتة الى بغيتهم يبقوا في يعني في البلاسة ديالهم يعني وما يتلقوش ديك يعني ما يضيعوش وما يكيقوش واحد الخضورة بين يعني واحد الفطريات كتتكون ما بين يعني الحويج الحويج اسمو كيديرو هادا كيديرو الكافور كيخشي واحد وحد يعني كوريات بيضاء تطلق واحد نوع من الرائحة انا مقتش عارفوا بالليراaha دوا ولكن هنا هاد الناس диال هاد البلاد هاده كيستعملو الجميع انوا우د الانواد الانى يعني اما البلدي او الارومي او الكروازي هناكي هنا فالبلاد هادا عندنا بازاف ال� phosphate الارانم ديال الكروازي اللي مخلط ما بين بلدي والرومي إذن سمو كيديرو كيشدو هاد الكافور الكافور هو عبارة عن كوريات كيديرو مثلا الطاصة بحال هادي مثلا طاصة دين الماء كيديرو فيها حبة حبة مع الماء سمو كيوقع لهذاك الحبة أنها مع المدة كتقد دوب كتقد تحلل في الماء يعني الأغلبية دين الناس يعني في الموسم ديال المرض يعني تسمم ديال الدموي وتسمم معوي والإسهالات ويعني قاعد الأمراض اللي بدون سبب تسمم يعني كيالنس اللي إجاههم الأمراض ديال الالتهابات ديال الرئة عود كذلك كلهم كيديرو في هاد البلاد كيديرو الكافور هاد الكافور احنا دلت هاد الحلقة كاستفسار اللي كيدير هاد و هادا يعني اتفصل بنا في الكومنتر و ننهضروا على هاد و هادا وش فعلاً وش فعلاً أنه أه أه ممكن أنه يحمي الألانيب من جميع الأمراض يقول لك أه الأكاين اللي ما كيدير تق يبرى م كياني برافاك اللي حنما هضرنا خليها تسمم دموي م كيدير لا تسمم معوي م كيدير لا فيتامينات غلو كيهتو غير خبز جاف كارم و كيديروا هاد الكينة هاد ولمدة عام ما كي يجيهم لا أمراض لا قال لك حسن الأمراض ديال الحرارة ما كتقاش تأثر عليهم الحرارة بوحد الشكل بحالي أثرت الحرارة في هذا العام هذا إذا سبحان الله يمكن أنا مادرش هاد الدوا يعني ماشي كان نقول لكم ديروه وإنما وسميتوا الكافور الكافور عندوا واحد رائحة مجهدا الناس اللي كي ديروا هاد الدوا وشافوا هالفيديو أنا رأينا الإشارة باش نجاوب على التعليقات ديالكم ونهضروا على هاد الدوا هادا واش ممكن أنه يحمي هاد الأرانيب من جميع الأمراض ماشي يقير مرض واحد وإنما جميع الأمراض إذا يعني ضروري أنكم اللي شاف هالفيديو يهضر معانا باش نكونوا اه يعني يعني برحمة لوالدين نوصلوا احنا يا أنا كفافي في القناة ديري نحاول نعطي للناس ونبحث على جميع الظروف ديال الأرانيب ونفيد الناس بأعني معلومات إذن لي عندو المعلومة دي على هاد الدواء دي الكافور يهدر معايا في اللي كومنتير ونشوفو واش فعلا هاد الدواء خدام أو مخدامش إذن حلقة دينا نرها سهلات نازل من الناس لماذا ما شاركوش معانا يشاركو معانا تسكيوا على زير جيم تنسوناش بزير جيم باش تساندونا والقاناة تزيد لقدام وتسكيوا على زير الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة